أكد الرئيس عبدالفتح السيسي على أن محافظة مطروح لم تكن تحصل على اهتمام من الدولة خلال الأعوام الماضية مشيرا إلى أن المشاريع التلموية التي تتم في المحافظة سيكون لها تأثير كبير على حياة أهلها جاء ذلك خلال الحوار الذي أجره الرئيس السيسي مع أهالي مطروح والسلوم وسيد براني أثناء لقائه معهم على هامش زيارته لمدينة السلوم بمحافظة مطروح محافظة مطروح وما يطلق بالكامل عليها المنطقة الغربية مش بس مطروح وحتى قادر أقول من قبل مطروح بكتير قوي يعني كانت المنطقة دي ما كانش فيه اهتمام كبير من الدولة خلال السن اللي فاتت وأتصور أنتم واخدين بالكم أننا مهتمين قوي قوي وشغالين كويس قوي وهذا رأقول المشاريع المستهدفة بيها محافظة مطروح سواء كان المشاريع المواني اللي بتتعمل أو القطار السريع اللي بتتعمل أو المدن اللي بتتعمل هي في النهاية ممكن يعني إحنا كمواطنين وطبيعة الطبيعة المحافظة اللي هي يعني شكل معين بتعيش بي حيكون لي تأثير كبير قوي عليكم خلال المرحلة دي وانتوا حاسين بدا وأنا جاي بالطيارة كنت شايف كنت مرة نسمينا جرجوب ففي الطيارة كنت بشوف شكل دي إزاي بعد أربع سنين تقريبا وأنا برضو جيت بتطير اللي كوبتر مخصوص عشان أدي نفسي فرصة شوف لا فيه طور كبير وده كل ده عبارة عن خطوة خطوة على الطريق بالنسبة لللي احنا منستهدفه للمحافظة